نقاط على الحروف نظام الفيتو والجيتو لا يشبه الديمقراطية بل الفصل العنصري عبرت جريدة النهار في مقال وقع باسم كتبت النهار يوم أمس عن رأي يفترض أنهم النخب المؤمنة بفكرة الدولة التي رعتها وشكلت لها مؤسسة فكر ونقاش نهار غسانة ويني ولكن الرأي المنشور أقرب لنعي الديمقراطية في لبنان وتبشير بنسخة مكعبة من جهنم حيث نار لا ترحم والمشكلة الفكرية التي فضحتها المقالة هي في البكائية على الديمقراطية التي خلت من أي جهد فكري لفهم المأزق الذي يعيشه النظام اللبناني الممتد على وقع الأزمات الدستورية منذ ولادته عام 1943 فكانت عبقرية الاكتشاف الخطير التي تحدث عنها المقال هي أن السبب يعود إلى هذه الطبقة السياسية التي لا جدوى من مخاطبتها بينما كان للبنان قامات ديمقراطية بنت له ثقافة دولة ضاعت معالمها اليوم على أيدي هذه الطبقة السياسية ونغمة التباكي على عباقرة النظام اللبناني ليست جديدة بل صارت معزوفة تم الترويج لها بعناية منذ عقود حتى صدقها ويشارك بها الكثير من اللبنانيين دون أن ينتبهوا لكنها عمليا للتغطي على حقيقتين الأولى أن لبنان القديم الذي يبكونه لا يقصد به الحياة السياسية التي يشكل الانتظام الدستوري أساسا لها فهذه الدولة عرفت أكبر أزمتين دستوريتين مع سعي أبرز رئيسين للجمهورية في التأسيس للديمقراطية والانتظام الدستوري من أجل التمديد لولاياتهما الرئاسية خلافا للدستور والمقصود بشار الخوري وكميل شمعون ولا يقصد بلبنان القديم الذي يبكونه ثانيا السلم الأهلي وقد عرفت هذه الدولة أخطر حربين أهليتين عامي 1958 و1975 فعن أي انتظام دستوري وأي مسار ديمقراطي وأي قامات تاريخية لرجال الدولة يتحدثون وأي كذبة مضى على بيعها للناس عقودا أم أنكم تبكون دولة كنتم أسيادها يا سادة دولة كانت أقرب لحذاء على مقاس أقدامكم وبات عليها أن تتسع لأقدام الآخرين مع أقدامكم لأن نظرية الدولة الحذاء لا تزال هي السائدة وهي المطلوب تغييرها عمليا تريدون من جعل البكاء عليها بكاء على الديمقراطية ودعوتنا نحن ودعوة سائر اللبنانيين كي نبكيها ويبكونها معكم النسخة الحالية من الدولة اللبنانية هي امتداد أشد فجورا للنسخة التأسيسية لكنها امتداد لها وقد سقطت معها الأقنع التي كانت تغطي عوراتها وصار فيها اللعب على المكشوف وصارت المحاصصة على السكين يبطيخ والشعب لم يعد فيها غافلا كما كان في النسخات المموهة للدولة والمشوهة للديمقراطية التي أسست لفساد النسخة الراهنة لكن تحت عباء طوائفه شريك في هذا الفساد السياسي والاقتصادي أيضا ذلك أن النظام الذي تم تأسيسه على نفيين لا يبنيان وطنا كما قال مؤسس صحيفة الأوريون جورج نقاش قام على معادلة الفيتو والجيتو الفيتو الذي كان لطائفة منحت لقب الطائفة المؤسسة ومنح قادتها مكانة مقدسة حتى حدث الانفجار الكبير عام ٥٨ فصار للفيتو ثنائية القطبية وما فعله الطائف طائفيا أقصد وما فعله الطائف هو توسيع نظام الفيتو ليعم بنعمته كل قادة الطوائف فتم معها تعمين إنتاج نخب السلطة آلية إنتاج نخب السلطة من الطائفة المؤسسة إلى سائر الطوائف والآلية هي حروب إلغاء داخل الطوائف تحت عباءة صحة التمثيل ثم على مستوى الجمهورية بحروب أهلية تحت ستار الديمقراطية وعندما تعممت ما عد ممكن للحفاظ على أسرارها كما تخبرنا أفلام المافيا عن نتائج تعميم أسرار العائلة الأم على العائلات الناشئة أما الركن الثاني للنظام القائم على الجيتو فجوهره الجيتو معلوم يعني هو المناطق المغلقة والممنوع الدخول عليها على غير المنتمين إليها فجوهره وهنا المقصود الجيتو الطائفي فجوهره ما كان يسمى بالجغرافيا المركزية للدولة مع ميشيل شيحة ناشر صحيفة لجور طبعا اليوم في لوريون لجور حصيلة الصحيفتين حيث لبنان المفيد هو لبنان المصرف والمرفأ والجيتو يقع بينهما كل الذي جرى في النسخة الجديدة للنظام بعد اتفاق الطائف كما تعميم الفيتو على كل الطوائف تعميم الجيتو حيث لكل طائفة أن تقيم نسختها الخاصة منه وتفرج عن ما تبقى من فتاته لتشكيل المساحة المشتركة للمنبوذين من طوائفهم واسمه الفضاء الوطني لدولة لم تنوجد أصلا وديمقراطية لم تولد بتاتا ووطن لم ينجز مراحل التكوين بعد من المصادفات أن يأتي الحديث في زمن مجزرة إهدن التي تضغط على ذاكرتنا بإظهار كيف قررت الزعامات المقدسة لعائلات الطائفة المؤسسة إعدام واحدة من زعاماتها وأجنحتها لأنها تجرأت على شق عصد طاعة على نظام الفيتو والجيتو وهو ما يتكرر اليوم على كل حال مع سليل زعامة الفرنجي إحدى العائلات المؤسسة للجمهورية الفريدة وللأسباب ذاتها التقاطع الراهن الذي يستعيد لحظة 13 عزيران بالمعنى السياسي 13 عزيران 78 نموذج ديمقراطي يعرف بعرف عباقرة النظام وفلاسفته حيث حروب الإلغاء إحدى آليات الديمقراطية وفخر الصناعة اللبنانية وحيث الجيتو يمكن أن يكون عسكريا تحت شعار أمن المجتمع المسيحي فوق كل اعتبار وحالات حتما ويشرع قتل رئيس حكومة لبنان كما تم اغتيال الرئيس رشيد كرامي ولا يرف للديمقراطية جفن حيث تحسب كل الشهادات التي سفكت دماؤها أضرارا جانبية للديمقراطية يجب تناسيها وكل تذكير بها هو نكء كيدي للجراح وبالتوازي تتفتق العبقرية عن ابتكار نموذج جديد للجيتو تحت عنوان تعايش سلمي مع النظام اللبناني حيث يمكن أن يكون الجيتو بصورة منقحة مدنية سلمية حضارية بين هلالين كله تحت شعار انتخاب النواب المسيحيين بأصوات الناخبين المسيحيين حصرا ثم انتخاب رئيس الجمهورية المسيحي بأصوات النواب المسيحيين حصرا والدعوة للامركزية الإدارية والمالية تصبح لاحقا أمنية تحت شعار توسيع أجهزة شرطة البلديات لتشكيل حرس وطني على مستوى لامركزي لكل من الولايات وتصبح قاعدة الحياة السياسية كلما بدأ أن التطبيق الطبيعي لمعادلات الديمقراطية في النظام مزعجا لنظام الفيتو يتم التلويح بالانتقال إلى الجيتو ونظرية ما بتشبهونا ولكم لبنانكم ولنا لبناننا النظام يا سادة لم يكن ديمقراطيا يوما لأن نظام الفيتو والجيتو هو نظام فصل عنصري ينال فيه مواطنون لبنانيون حق المواطنة الكاملة بصوت كامل وينال مواطنون آخرون ربع صوت وأصل الديمقراطية العدد أي النصف زائد واحد هكذا يفوز الرؤساء والنواب في أمريكا وفرنسا وكل بلاد الديمقراطية عندنا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين رغم أن العدد هو أربعة إلى واحد وعندما كان نظام الفصل العنصري في أمريكا يحرم المتحدرين من أصول إفريقية يحرم المتحدرين من أصول إفريقية من حق الاقتراع والترشح ذهبت أمريكا إلى حرب أهلية أهمية اتفاق الطائف أنه صحيح وضع عصيغة انتقالية اسمها المناصفة لكن طال أمدها ومضمونها كان مختلفا إدارة التوافق الوطني على قاعدة المناصفة مؤقتا من خلال أن لكل مكون حق الفيتو وأن النواب في كل الطوائف ينتخبون من الناخبين في كل الطوائف وبكل الأحوال هذه القاعدة مؤقتة وشرطها اعتماد قانون انتخاب يضعف تدريجيا العلاقة بين صحة التمثيل ونظام الجيتو ويضيق تدريجيا دور نظام الفيتو في صناعة القرار وصولا لتحرير الديمقراطية من قيود الفيتو والجيتو عبر ما نصت عليه المدى 22 من الدستور بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس الشيوخ فيسقط الجيتو ويحصر الفيتو إلى أضيق حد وما يجري اليوم هو حقيقة معركة يخوضها نظام الفيتو والجيتو لتعطيل الحد الأدنى من المسار الديمقراطي بمحاولة إحياء نظرية النوع على حساب العدد حيث لا يهم عدد النواب بل طائفتهم هذا الاستضام بين روح نظام 43 وروح نظام الطائف يهدد بأخذنا إلى المجهول والمجهول يتراوح بين حرب أهلية باردة طويلة تنمو فيها الجيتوات على حساب المساحة المشتركة لمنفى يسمى دولة ووطن بعدما انهارت الأرضية الاقتصادية لتقديمات الدولة في الصحة والتعليم وسواها من خدمات كانت تقدمها الدولة لمواطنيها من كل الطوائف وتشكل أرضية جمعهم تحت صقف واحد وها هم يسافرون ويهاجرون أو تتحول هذه الأزمة في لحظة جنون إلى حرب أهلية ساخنة تمهد أو تتبع حربا ما أو وهم حرب ما في الإقليم كما في كل مرة والحقيقة التي يجب أن تقال سارعوا إلى الديمقراطية على حساب نظام الفيتو والجيتو قبل أن تتفقدوا وطنكم فتجدونه في مهب الريح المنطقة تعيش ظروفا تأسيسية تشبه تلك التي ولد فيها لبنان الكبير من رحب اتفاقيات سايكس بيكو التي ليست باقية بالتأكيد إن رسم الخرائط لا يرحم ترجمة نانسي قنقر